نتحدث اليوم عن تكوين الجماعات وفي تكوين الجماعات نتسأل لماذا يميل الأفراد إلى تكوين جماعات وما الذي يجعل الجماعات تمثل عامل جذب لهؤلاء الأفراد ونقول أن أسباب تكوين الجماعات أولا الانضمام لها يحقق رغبة الأفراد في التفاعل ثانيا من أسباب الانضمام للجماعات هو تعتبر الجماعة مصدر رئيسي لتزويد أعضائها بالمعلومات وسواء كان هذه المعلومات عن أنفسهم أو عن الآخرين وكذلك تعتبر أو إيجاد نوع من المقارنة بين ما ينجذه الفرد وما يقدمه الآخرين للمنظمة أو للتنظيم وكذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تكوين الجماعات حصول على المساعدة من الأعضاء ذوي الخبرة أو الأعضاء الذين لهم قضوا سنوات طويلة في العمل لكي يستفيد منهم الأفراد الجدد أو المنظفين الجدد وكذلك من الأسباب أن الجماعة توفر للشخص عائد نفسي في شكل يتضح هذا العائد في شكل صداقة واعتراف بالأهمية وفي شكل المستوى الاجتماعي وقد يكون العائد بالإضافة لأن العائد النفسي ممكن أن تمد الجماعة هذا الفرد بعائد مادي مثلا المنظمة ينضم لها المنظمة ليس للعائد النفسي فقط وإنما كذلك للعائد المادي ونقول أن هذا العائد سواء كان النفسي والفردي أو الأهداف التي يزعي للفرد لتحقيقها عن طريق انضمام للجماعة يصعب تحقيقها بمفرده لذلك ينضم للجماعة لتمده بالعائد الاجتماعي والعائد النفسي والعائد المادي عموان نقول أن من خلال الجماعة يحقق الفرد أهداف صعبة للتحقيق أو يعجز عن تحقيقها ممفردا الأطوار الرئيسية التي تمور بها الجماعة حدد إيدغر شين هذا العالم إيدغر شين حدد أطوار هي أربعة ذكر أن هذه هي أطوار رئيسية تمور بها الجماعة أثناء عملية تكوينها الطور الأول هو تكوين الجماعة وفي هذه المرحلة تجمع مجموعة من الأفراد الجماعة تجمع مجموعة من الأفراد ويتجمعون بدافع الحصول على أكبر عائد شخصي ممكن ولكن يتضح في هذه المرحلة التي هي مرحلة تكوين الجماعة أن لا ذال هناك شعور بالأنانية يعني شعور بأنا بدلا من نحن وهذا الشعور هو الذي يوجه سهول سلوك الأفراد على الرغم من انضمامهم إلى المجموعات وتكون في هذه المرحلة أو يكون الاعتماد على القائد بشكل كبير لذلك أن نقول درجة الاعتماد على القائد في هذه المرحلة عالية المرحلة الثانية وفق الإيدغر شين هي مرحلة بناء الجماعة بعد تكوين الجماعة مرحلة بناء الجماعة وهنا يتكون لدى الأعضاء حاجة عاطفية تتسم بدرجة عالية من الاحترام والتلاحم المرحلة الثالثة هي مرحلة العمل الجماعي ويصل الأعضاء لدرجة عالية من التفاهم ويعرفون أو يميزون بين ما هو السلبي وما هو إيجابي وهنا يتأكد مبدأ العمل الجماعي وعموما تزداد نسبة التفاعل بين أعضاء هذه الجماعة المرحلة الرابحة والأخيرة هي مرحلة النطج الجماعي وفقا لمراحل إيدغر شين الأربعة فإنه في هذه المرحلة الجماعة تعرف على وجهة تحديد مقومات قوتها وتحدد أهدافها ومن ثم تعمل على المحافظة عليها وتحدد بوضوح أهدافها وتحدد كيفية تحقيق هذه الأهداف إلى هنا نكون قد ألحينا هذا الجزء من ديناميكية المجموعات إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته